السلام عليكم خوتي و أخوتيتي و مرحبا بكم جديد في قناتكم أخبار بلاتي موضعتها اليوم خوتي هامة بزاف و لازم تركز معي في كامل هالمواضع لأنه ما كاش المواضع الجانبية في هذا الفيديو الآن قناة بريطانيا ضخمة بي بي سي كنت عرفوها تكشف بلي الإمارات ريتسرق الذهب من كامل الدول الإفريقية من بينهم شكو خوتي الجزائر من بينهم و رح نفهموكم كيفاه يعني على الصح هذا الأمر صحيح الإمارات ريتسرقنا في الذهب وبخصوص الجزائر يعني صي رئيس عبد المجد تبون يعلن الانطلاق في أشغال القطار اللي رأيها يحلى الأضرار يعني قطار شمال جنوب هذا القطار خاطئ رح يكون من أهم المشاريع لدارتها الجزائر لأنه رح يكون تحفى و رح يكون أيضا مصرح سياحي ولا صرح سياحي عفوها خاطئي أيضا كريستيانو رونالدو يعني أحد أكبر اللاعبين في كرة القدم إن لم يكن الأكبر يعلن دعمه لفلسطين يعني صح ديت وقت طويل ولكن هذا الأمر أفرح الكثير من متابعي الرياضة اللي كانوا عارفين بالكريستيانو في الحق ويعني في العمق هو دايما كان يدعم فلسطين أيضا في الأخبار أندونيسيا تقترح إرسال قوة حفظ السلام إلى غزة من أجل التصدي للكيان الصهيوني و قد تكون الجزائر من بين جنود حفظ السلام و في الحقيقة خاطئي هذه قوة حفظ السلام هي اللي سلكت لبنان من إسرائيل في عام 2006 دخناتكم المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ايضا راح نبروكم كيفية المراركة يا عبد الملك تحم و حدنا بزيف موضع أخرى ربما مشى حتى يكفينا الوقت نشاركوها معكم في هذا الفيديو و ربما راح نخلوها للفيديو القادم مثل صي يعني بدلت ديماشة الجزائر باش ننضمين لمنظمة شانغا هاي و كيف أن إفريقيا الآن تقترح على الجزائر إذا يعني حصلت إفريقيا على الفيتو أن تصبح هي حاملة للنيتو كما اشتو خوتي هذية أبرز عنا من أخبار اليوم ما نبقى معنا حتى الآخر باش تعرفوا كامل التفاصيل و قبل ما نبدأ هذا الفيديو أرجوكم دعمونا بالضغط على زي الإعجاب اشتركونا خوتي في القناة و فعلوا الجرس الأمور هذي كلها تدعمنا تصدى الحملات السينيال شكرا لكم كما ربكم خوتي مسلسل عشوار العاشر نهاري جاء الجزائرين كومبلي عجبهم و لأنه كان فيه الكثير من الرسائل المبطنة أحيانا تكون سياسية اللي يفهم بفهم و اللي ما فهمش الله غالب عليه لكن تقرد ومن ذاك الجزائرين كومبلي سي يتناقلوا الموضوع تعاصمع فهمت ذاك الجزائرين اللي يديروا عشوار العاشر ايه رايقصد به كذا و كذا أظن خوتي أنه من بين حلقات عشوار العاشر كانوا خاطراتي كلاشي والمروك لكن نوري يقول يا ربي أقلع من عمري و زيدها في عمر الملك عشوار العاشر الآن مرارك هم يديروا نفس الشيء يودي أسوأ شوفوا الفيديو خوتي لا والخطرة اسمع بيها و ارا كنسجد ليه راندا كنسجد ليه كنسجد ليه حيح لما لكنا الغالي الله ينصروا لينا والله يعطيه صحيحته يا ربي تعطيني المرض يرسيدني تحول ليهنا و تشلي صحيحته يا ربي أعطيني المرض تحسيتنا و هو نحي المرض من عنده و أعطيه ليه يعني مشي قال الله يشفيه والله يعافينا لا لا يعطيني المرض نحي قالوا من سيتنا و أعطيه و ليه كيف يقول هذاك النوري في عشوار العاشر و صحة عائلتي كاملة لأتشيني قالوا و قلع لي صحة عائلتي كاملة و أعطيها الملك انت ستطلب انت ستطلب ربك رب و انت ما عندي انا الرب دياني انت شخك بيا انا ربي و سيدنا انت مالك استغفال الله و اش انت عمي و اش مالك هبلوا المراركة و اقسم بالله تتقول هدونا معايشي كما الا بحية سويسريين طابعا مشيق على المراركة كما هلك بساكين نسبة كبيرة منهم كما هك الآن احنا هاضروا على مشروع ضخم رأي معاولة دير الجزائر في الحقيقة هذا المشروع كان من وعود الرئيس عبد المجيد تبون انها ليعلن ان ترشح أول مرة قالوا بالله راح يكون هلالك تجي فيه من الجزائر الاضرار و اهل الجنوبي ولو جول الجزائر بدون تخطيط مسبق يعني تقدر الدمار يضك الجي توصل بعض بعد بضعة ساعات وهو الآن رئيس عبد المجيد تبون يعطي تعنيمات للبدء في المشروع 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 قدرت تبعلكم في المشروع و رحت تصغصي تشاو جي بيتي و قلت لها زعم عش حال تضرب مدة انجاز طريق السكة الحديدية فيها 2500 كم قدرت تصغصي يقول لي يو كيف هذي 2500 كم يكمل الأرجي الأضراري فيها 1900 أقصى نقطة خواتي طريق السكة الحديدية موش يمشي طريق مستقيم هكذا مستارة يعني كما علي بكم ركاين التضاريس ركاين الدورات كاين المحطات الفلانية الفلانية ثم الطريق هذا رح يروح يدور و ثانيك ربما طريق القيطار هذا رح يجوز على عدة ولاية بش يوصل الأضرار ثم تقدر تقول يعني في المتوسط ربما حتى رح يكون فيها أزيد من 3000 كم ربما حتى أكثر مهيو قال لك مدة إنجاز طريق السكة حديدية مزدوج لأنه رح يكون فيها أليروتور باينة و ربما رح يكون بلك حتى ربع ليفوة قال لك رأى 2500 كم شوفوش حرح يستغرق باش إنجازها قال لك مثل هذا المشروع يبدأ من 3 حتى العصر السنوات بناء على هذا العوامل يعني لو كان المشروع هذا يتم البدء فيه الآن بالمتوسط ما يكملش حتى لسنة 2027 تماماً مثل ما رأي هذا الرئيس عبد المجيد تابون إلى أنه المشروع هذا رأي دي مرة بالفعل أسمع أيضاً إذا اشتركوا في التماراست يمكننا أن نبدأ همراكين باينة أحضر إلى المناء أحضر إلى المناء أحضر إلى المناء أحضر إلى المناء المناء تيميمون تدريف الصعب تن llegات النهاية تنزل تدريف الصعب من المطلق هل أنت مجدداً؟ هل أنت مجدداً؟ هل أنت مجدداً؟ هل أنت مجدداً؟ نعم، التضاريس الصعب تجعل العمل يتشد ولكن يموجيني أخوتي من 2027 نحي يكتمل هذه القطار على البداية كان يقول لك يوه حصراء الناس يتطير الناس يتبلونجي، الناس القمر فرنسا استعمرت الجزائر لمدة 130 سنة والجزائر هذا يتنفذ الغبار على روحها أخوتي في هذا الموضوع تخبرونا لكم في التعريقات في الخبر الآخر أريد أن أخبركم هذا الموضوع الكثير من الجزائرين ظنوا يعني هم سلكين والذي إحنا جزائريين سلكين من الإمارات يبعيد علينا يتحكى غير الدول إفريقية في حين أن هذا الخبر صحيح يعني الإمارات وعمرها مرح تغلط مع الجزائر ولكن عندها أيادي قدرت تدخل حتى للجزائر وتسرق ذهب من الجزائر وذلك نشرح لكم كيفية خوتي قناة بي بي سي تنشر موضوع توري فيه بلي الإمارات ترى تسرق الذهب الإفريقي كليك ذهب إفريقي مهرب في الإمارات والإمارات سيتهربوا بزوج دوره خوتي يعني تسرقوا بأسعار هابطة لحد الدرجة متأمنوش يعني كشغلة يتبيع الذهب بالبري تعالفظة إمارات رى تشري في الذهب بالبري تعالفظة من الدول الإفريقية لأنه غير قانوني ومهرب بدون طوابع أطمان من الذهب المهرب بقيمة مليارات الدولارات تتجه من البلاد الأفريقية إلى الإمارات قبل تصديرها إلى أوروبا وآسيا يعني الإمارات تحكم ذك الذهب قاية كتعاود تصنعوا وترجعوا بالطابع القانوني وتعاود تصدروا لسويسرا كتعاود تصدروا لسويسرا الأسعار رح تكون ألف مرة أكثر من اللي شريتها هذا ما توصل إليه تقرير نشرته منظمة سويس أد غير الحكومية وتشير المنظمة إلى أن هذا الذهب يعد مصدرا أساسيا للدخل للعديد من الحكومات ووسيلة لتمويل الجماعات المسلحة وسببا لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان إضافة إلى تدهور البيئة واو كم تسمعوا حاتي قل لك هذا الذهب اللي رأي تحصل عليه الإمارات من هذا الدول الإفريقية يعد مصدر أساسي للدخل للإمارات يعني كما نقول بيترول بالنسبة للجزائر هذا هو الذهب بالنسبة الإمارات الذهب المسروقة من إفريقيا على هذيك تلقى الإمارات يدهم منطخة بالدم ومن في السودان وتدعم قوة تدعم السريع أصلا قلت لك هذا الذهب اللي رأي يجي من الإفريقيا هو اللي بيئة رأي تدعم الإمارات قوة الإرهابية وقوة دم السريع وكل الأمور هذي بشي أنا قلتها خاوتي إذا رمزع فنين مني الإمارات ما يزعفوش مني رحي هادرو مع بي بي سي رأي تقول فيها وذوقنا زيت تكشف أن بي بي سي أمور خطيرة أخرى رأي تحدث كيف أن الإمارات رأي تسرق الذهب حتى من الجزائر ويشير طبعا التقرير إلى أن دبي تعد مركزا دوليا لتجارة الذهب الإفريقي وذلك قبل تصديره إلى دول أخرى الآن راح تكشف أن الذهب من راح يجي في الخريطة وشوفوا وين دارتها سبائكو الذهب تصلوا إلى الجزائر سبائكو الذهب تصلوا إلى الجزائر قدوا تقولوا لي لا لا نرمال هذا اللي كان يدير الإديتتا هذا الفيديو زعم التوضيحي دارها كإفريقيا بشكل عام وقاس الجزائر هذا الخريطة ماش عشو إيا خوتي وصح والله غر هذه الإمارات يسرق الذهب من الجزائر كيفاه عربنا هذا الأمر كمعنا بكم خوتي الإمارات الآن را يتخدم هذا الدول الإفريقية كمعنا بكم عدنا الكثير من المناجم تحت الذهب في الجزائر ما هيش مستغلة يعني الحكومة مازال ما طلتش فيها نعم خليتها هكذاك أحيانا حرس الحدود كي يكونوا يدوروا يلقوا الجماعة عمالي والجماعة عن نيجر يسترقوا في الذهب من الجزائر دوكيموتير هذا خوتيش باب بزيف يوضح لكم الأمر إذا عادكم الوقت أقعد وتفرجوه معاه مش هشوفوه قاعدة هنا بكاميراتنا رفقة محمد اليوم هو موعد زيارة صاحب شركة فدست لتنقب عن الذهب إلى الحقل الميداني إمكدوان هذه في الجزائر خاطف المكان يبعد عن المدينة بحوالي أربعمائة كيلومتر الحرارة مرتفعة جدا والطريق إلى الحقل صعبة أيضا عن طريق القرعة تم اختيار هذا الحقل ليكون من نصيب محمد هنا أرى أنك مكان المسمى مكدوان تابع للمنطقة نتعطيه بلدية أبلسة ضائرة سيلت أنا هنا أخرج لي هذا المكان عن طريق القرعة القرعة أخرج لي أعطوني هذا المكان لأنني بدأت نخدم فيه من 2022 لا علينا أخوتي هذا الشخص رهي نقب على الذهب بطريقة شرعية في الجزائر الآن راح يهضر على هذه الشركات تتعذب كيفانم يسترقوا فيهم يعني يستخرجوا كمية ضخمة جدا وذلك كمية يعطوهم نسبة قليلة يبدوها العمال راح وهو ديكلارا يعني فاييت أخاش هو ولا يخدم بزيف يجبدو يجبدو الذهب بزيف وهذا الشركات الإماراتية تدي قاعد ذهب وتعطي الوفتات يعني بين قوسين الأرقام هذه من 20 طن تعذب يجبدوها هما يعطونهم واحد كيلو تعذب أين قرام في الفانطم؟ الأختارة مئة في المئة ما وش غير رقيت روحي تقيت روحي في الأختارة العمال ما تقناش نخلصوهم ما تقناش نخلصو العمال على خاطر ما عندنا حتى نسبة مرتفعة حتى بالنسبة للضرائب إلى حد الآن ما سويش وضعيان تاية لأن الضرائب باش تسوى الوضعيان تاكت يكون عندك دخل كبير وتخلص ما نقلاش من نخلصو لكن حتى هذا أخوتي ما عليش قل ما قال الجزائريين وينقبوا على الذهب كانوا كانوا حتى أحياناً كنت حابة نشارك معكم الفيديو يعني يجوا من البلدان أفريقية مثل النيجر ومالي يسرقوا الذهب ثم غير يشوفوا حرص الحدود الجزائريين يردوا وش قدروا يستخرجوا ويهربوا أما لأخوتي الذهب اللي كانوا يسرقوهم الجزائر كله كانوا يروحوين للإمارات دبي من بلاد أفريقية في حقائب يد وحقائب سفر ورحلات جوية خاصة بطريقة غاشر عياة كما قلنا لكم بزوج دوروا الإمارات تعاود يعني تدروا الطابع برك وتبيعوا لسويسرا بألف مرة ضعف وتعد قارة أفريقيا المنتج الرئيس للذهب في العالم وذكر حتقول لنا شحال يعني رام يربح الدراهم من التهريب الذهب أسمع أخوتي قل لك رام يسرقوا 435 طن من الذهب بقيمة 35 مليار دولار بداخل الجزائر من المحروقات تحتاج إلى 35 مليار عفوا أخوتي قصد الجزائر من الغاز بداخل الجزائر من الغاز تحتاج إلى 35 مليار أخوتي أشاهكم في هذا الموضوع يعني الجزائر مؤخرا قامت بتأميم هذا المناجم وبدأت تتخدم في الجزائريين في هذا المجال كما ترى ولكن حتى هم رام يشكوا ففي رأيكم توم ما هو الحل لاسف ما كفينش الوقت نشاركم معاكم الموضوع تحت قوات حفظ السلام لاح يبعثوها للغازة ولاح تكون الجزائر جزء منها يعني قوات مسلحة هذا هنشاركوه معاكم في فيديو قادم ولكن حابت نوريكم هذا الفيديو الجميل جدا لكريستيانو رونالدو ضرب الوقت هو وقل هذا ذكاء يصنعي ولكن تأكد بهذا الفيديو صحيح 100% لكريستيانو رونالدو وهو يعنين دعمه لغازة شوفوه خاتيو شكل هذا هو لأطفال غازة نعلم أنكم عانيتم كثيرا مؤخرا أنا لاعب مشهور جدا ولكن أنتم هم الأبطال الحقيقيين لا تفقدوا الأمل فالعالم كله معكم نحن نهتم لكم وأنا شخصيا معكم شكرا مخوتي في ذا الرسالة الكثير كان يستلم كريستيانو رونالدو يدي الحركات مثل هذه خصوصا أن اللاعبين يخافوا على السمعة تحهم بزيف ويخافوا يخسروا يعني هذو كل الاتفاقيات تحهم مع الفرق التحهم كم شفتوا ذاك الجزائري بن طالب اللي كان يلعب أظن معه نيسي في فرنسا أعلن دعمه لفلسطين حتى نقري ولا المنتخب هذا ولا النادي تاعه تاع نيسي حاوز يحاوزوا ولا متابعة قضائيا في فرنسا فالأمور ليست سهلة بالنسبة لهم وأيضا لبرتغال مزان معنا بالناش الموقع فتاحه كفادير من ناحية الفلسطين فهذا حركة جميلة جدا من كريستيانو نسمنا واللاعبين الكبار الأخرين ثانيك يديروها الموضوع خبروناكم في التعليقات كمراكم شفوا خاوتي راني شاركنا معكم أبرز عنوين الأخبار اليوم إذا جبكم هذا الفيديو أرجوكم كليكيونا على اللايك اشتركونا خاوتي في القناة وفعلوا الجرس الأمور هذه كلها تدعمنا نتصدى بحامل السينيال شكرا على مشاهدة وإلى اللقاء